موسيقى أهلا بكم مشاهدين لجولتنا في السوق لهذا اليوم نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها موسيقى الحكومة المصرية تستهدف خفض التضخم لعشرة ونصف بالمئة في موازنة العام المالي الجديد موسيقى رجال أعمال فرنسيون تبرعون بثلاثمائة مليون يورو لترميم كاتدرائية نوت الدام موسيقى أهلا بكم في توصيل عرض محمد معيث وزير المالي المصري موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 أمام مجلس النواب اليوم مؤكدا أنها تعد امتدادا لخطة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وأوضح معيث أنها تراعي برامج الحماية الاجتماعية والفاة الأولى بالرعاية حيث تم اعتماد 327 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية كما قال للوزير أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو بالموازنة الجديدة إلى 6% وكذلك خفض معدل التضخم إلى 10.5% كما تستهدف الموازنة الجديدة خفض الدين العام إلى نحو 89% مع خفض العجز الكلي في الموازنة الجديدة إلى 17.2% للحديث عن الموضوع معنا من القاهرة المحللة الاقتصادي مصباح قطب مرحبا بك يا منا سيد مصباح ورشاشة الغد عرض البيانة المالية الموازنة العامة للدولة للعامة المقبل تلاه وزير المالية المصرية محمد معيد كيف قرأت بنود هذه الموازنة؟ أول حاجة الحقيقة الواحد مهتم بالسياسات لأنه على الغلاف بتاع البيانة المالية مكتوبة أنها موازنة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية فيمكن في الجانب الاقتصادي والمالي لا تزال الحكومة تحرز تقدم واضح زي ما حضرتك أشرت في المؤشرات وحتى ممكن أن يضاف إليها برضو الإصرار على خفض معدل البطالة لكن لا يزال في جانب التنمية البشرية هناك الكثير الحقيقة مما يجب عمله زي ما احنا عارفين الحماية الاجتماعية جانب مهم جدا لتخفيف أثار برامج الإصلاح الاقتصادي لكنها ليست كافية لتحقيق الرضا الاجتماعي يمكن مكمل طبعا للبيان المالي النهاردة ما قالته السيدة وزيرة التخطيط وربما كان أكتر ملفة نظري فيه هو أنه حيتم ينفاق 7 مليار جنيه مبلغ مش كبير لكنه التوجه مهم على سد الفجوات التنموية في القرى الأكثر فقرا في 7 محافظات بطبيعة الحال يعني إذا كنا بنتكلم عن تنمية بشرية ففي القلب منها هو الصحة والتعليم الزيادة اللي فيهم ماياش كبيرة حوال 4 مليار جنيه برضو كنت أتمنى أو أظن أنه الكثيرين يتمنوا أنه مزيد من الدعم لهزين البابرين ومع هما النقل العام الثلاث حاجات دول لما بيتم تحسنهم بيشعر الناس حقيقة بارتياح ويبقى فيه خدر أوفر من الرضا والتجاوب مع البرامج الحكومية إنه يمكن بس برضو الشكلية اللي حب أقولها إنه كثيرا ما يتم تجاهل شوية ما جرى من ملاحظات في الحساب الختامي يمكن السيد اللي وزير المالية النهاردة شكر النواب على دعمهم لبرنامج الإصلاح لكنه يمكن أغفل شوية إنه النواب من خلال لجنة الخطة الموازنة قدموا ملاحظات مهمة جدا على الحساب الختامي لعام المالي 17-18 كان يجب على الحكومة الحقيقة أن تنوي بالبيان المالي الجديد إلى الجهد الذي ستبزله لتلاف الملاحظات السابقة طيب هناك ارتفاع في مستويات النموة الاخصادي المستهدفة في الموازنة الجديدة ما الذي يعكسه ذلك وإمكانية تحقيق والوصول لهذه المستهدفات يعني الحقيقة أكتر من مصدر دولي يعني أكد على أنه الوصول إلى 6% في العام المقبل اللي هو 19-20 أمر ليس بالمستبعد وإن كنت أنا أرى أنه محتاج مجهود كبير لأنه عدد من المشاريع القومية اللي كانت محفز قاول النمو يمكن هيكتمل وبالتالي محتاجين دفعات أكتر يمكن برضو ببيان الخطة والموازنة أشار إلى جهود على صعيد التنمية الصناعية لكن لا زال مثلاً القطاعات الأكثر نمو هي الاتصالات والصناعات الاستخراجية بما فيها البتولية بالطبع والقطاع المقاولات وظني أنه ده يمكن سابط شوية في الثلاثة أو بع سنين الأخيرة فإحنا محتاجين لكي نحقق 6% إلى توسع قوي وعميق في التنمية الصناعية في مصر وتمتد لتغطي مناطق مختلفة وصناعات مختلفة والاهتمام بالجانب التصديري لأنه زي ما احنا عارفين ربما معظم الصناعات وحتى الاستثمارات الأجنبية اللي بتيجي في مصر بتراين على الطلب المحلي لكن في كل الحالات يعني ليس مستبعداً تحقيق 6% في طموح طبعاً للوصول لـ 7.2% في العام المالي 21-22 هذا مهم جداً لإحداث نقلة في الحياة المصرية لكن ده محتاج جهود خاصةً أنه برنامج الإصلاح مع صندوق النادي الدولي سنتهي في نوفمبر المقبل وإحنا تعودنا شوية أنه يعني الصندوق هو رايح وجاي بيضغط شوية على الأعصاب المسؤولين بيخلي فيه درجة أعلى من التياقص فأنا بتمنى الحقيقة أن نظل على نفس الدرجة من التياقص لتحقيق الضبط المالي من ناحية والاستماع فيه ومن ناحية أخرى تحقيق معدلات المو اقتصادي قوية النمو الحقيقة حتى دايما اليسار بالذات يقولك يعني النمو الواحده مش كافي لكن النمو مهم جداً للحقيقة تحقيق معدل نمو مرتفع بيعني الكثير والكثير بالنسبة للمواطنين والدولة بشكل عام إلى أي مدى الحكومة من خلال ما جاء في الموازنة أو في بيانة الموازنة العام المقبل تدعم نوعاً ما جهود البنك المركزي المصري لخفض مستويات التضخم يعني الحقيقة التضخم السيطرة عليه والهدف المحطوط 10.5% وبما كان الطموح كان أكبر من كده شوية أن نحن نوصل لرقم فائدي يعني 9-9.5% وكذا يعني اللي هو أقل من 10% لكن حتى 10.5% اللي احنا كنا في مارس اللي هو فائد ده 13.8% ده هدف جيد لأنه بيحقق يعني حاجات كتير جداً على مستوى المواطنين يعني لأنه أكتر حاجة بتكوي الناس وبتوجعهم وتفعلها سعار وحتى على مستوى الموازنة العامة باعتبار الحكومة يعني هي أكبر مدين وبالتالي بتتحمل تكاليف فيها يعني أقول المصروفات الفوائد بتاعت الدين يعني بتشكل 36% وهي أكبر بند في المصروفات في الموازنة لكن أنا ظني يعني العملية الأساسية لخفض التدخم في مصر هي زيادة وتحسين منافذ العرض يمكن النهاردة أبلو أولمان أقاري قانون الرقاب على الأسواق لكن المجهود الذي يجب أن يبذل هو في هذه المنطقة طبعاً فيه جهد مالي بتبذل يعني خفض العجز في الموازنة نفسه من شأنه أن يؤدي لخفض التدخم ترشيد الإنفاق الحكومي بيؤدي لخفض التدخم حتى ترشيد الاستهلاك العام من المواطنين يؤدي أيضاً لخفض التدخم وترشيد الطلب لكن في كل الحالات هناك طلب حتمي يعني في الأكل والشرب والمساكن وكذا وبالتالي زي ما بقول هو أهم حاجة زيادة العرض وتحسين آليات الرقابة على الأسواق لأنها في تقدير لا تزال يعني إلى حد كبير جداً تقليدية ونمطية تنزل مثلاً مباحث تنزل للسوت لمشوات مثلاً محلات ولا تقفل حاجات ده مش كاف الحقيقة لمواجهة التلاعب بالمستالكين وهو واسع النطاق في مصر ومحتاج فعلاً تدخل كما أنه يحتاج أيضاً من المجتمع المدني أن يبزل مجهوداً في هذا السياق أشكرك جزيلاً شكراً المحلل الاقصادي مصباح قط كنت من عبر شاشة الغد من القاهرة 2019 مقارنة بـ 11% كانت متوقعة في تقرير صادر في أكتوبر الماضي وأرجع الصندوق القفضة إلى تزايد خدمة الدين والظروف المالية الصعبة والتي تشكل عوائق أساسية للنشاط الاقتصادي إلا أن التقرير توقع أيضاً أن تتحدثن نسبة النمو الحقيقي إلى 2% في عام 2020 وإلى 3.3% مع حول العام 2024 من بيروت المحلل الاقتصادي دكتور أحمد السفر مرحبا بك من دكتورها برشاشة الغد تراجع في تقدرات مستوية النمو المستهدفة للاقتصاد اللبناني في وجهة نظرك ما هي الأسباب تحياتي لحذرتك والإستاذ المشاهدين بات واضحاً في الأشهر الأخيرة أن مخاطر الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان هي في منحاً تصاعدي جراء عوامل عديدة ما جعل الحكومة اللبنانية اليوم تحرص على أن تضمن مشروع الموازنة العامة تدبير إصلاحية تقشفية لتحاول أن تستجيب لمتطلبات هذه الأزمة التي يزداد ثقلها يوماً بعد يوم ولعل أهم هذه الأسباب هو حاجة الاقتصاد اللبناني إلى إصلاحات هيكلية مالية وضرائبية ومالية باعتبار أن حجم الدين العام أصبح الهاجس الذي يقض مضاجع صناع القرار على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي في لبنان وكذلك بالنسبة لتراجع الودائع بالعملات الأجنبية لأن هذه الودائع كانت مصدراً أساسياً لحفظ الاستقرار النقدي والمالي كذلك تقلص حجم الصادرات نتيجة أوضاع اقتصادية وأوضاع سياسية مع المحيط لعدم قدرة الصادرات اللبنانية والسلع اللبنانية على الانسياب إلى المحيط العربي جراء الأوضاع السياسية الراهلة دعنا دكتور نقول أن تصحيح الوضع المالي وإعادة هيكلة الديون اللبنانية هي المدخل للنمو وتحقيق مستدلسات النمو لأقصاب يعني 40 إلى 45% تكلفة خدمة الدين في لبنان ما السبيل لإعادة هيكلة هذه الديون يعني مشروع الموازنة اليوم يعني في اللمسات الأخيرة قبل عرضه على مجلس الوزراء وبالتالي على مجلس النواب يثير ما تسرب من تدابير إصلاحية على أن تمس هذه سياسة التقشفية المقترحة أن تمس يعني مكتسبات من رواتب وطاوضات لموظفي القطاع العام على أن تبدأ أيضا بالمستوى السياسي من وزراء والنواب هكذا يعني تم التسريبات حول هذه البنود المقترحة حتى تستطيع أن يعني تستجيب لهذه التحديات على مستوى عجز الموازنة لأن مؤتمر صدر اشترط أن يكون التخفيض واحد بالمئة من مستوى الناتج المحلي على مستوى خمس سنوات ولكن ازدياد عجز الموازنة جعل هذه النسبة اليوم تتطلب 3 أو 4 بالمئة لذلك مشروع الموازنة الحالي اليوم على ما تسرب من وزارة المالية أنه يخفض مجمل الموازنة بغض النظر عن التدابير الداخلية حوالي 3 ونص أو 4 ونص بالمئة وهذا ثوف يطاول بالدرجة الأولى يعني كما يشاعي اليوم بالإضافة إلى محاربة ومكافحة الهدر والفساد في إدارات في المناقصات في تنفيذ المشاريع كذلك هناك يعني نظرة إلى الرواتب العالية لابد من تخفيضها الإعفاءات الجمركية الوسعة النطاق لجمعيات ومؤسسات يعني جمعيات وهمية تستفيد من الميزانية العامة دكتور تقرير هذه التدابير نعم توقع أن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي إلى 2% في العام المقبل وإلى نحو 3 أو 3 عشر في 2024 أي بعد خمس سنوات هذا التحسن مرهوم بماذا؟ فرص تحقيقه يعني أول فرص لتحقيقه هو احتواء مخاطر ازدياد الدين العام اطفاء تدريجي للدين العام محاربة الفساد والهدر الذي يكلف الدولة اللبنية سنويا 4 أو 5 مليارات دولار تشجيع الصناعات الانتاجية لتقوية الصادرات على حساب خفض الواردات الكبيرة التي ترهق الميزان التجاري اللبناني إضافة إلى خلق وظائف عمل وخلق مزيد من وظائف العمل أمام الخرجين حتى لا يكونوا يعني مهيئين للخروج خارج لبنان لذلك ضبط المالية العامة أصبحت أولوية تتفق عليها كل القوى السياسية ولكن تنفيذ والآليات التنفيذية لهذا الضبط ما زال موضع أخذ ورد لأن اليوم في لبنان هناك تحرك كثير في الشارع على مستوى الإجراءات التي اقتراحتها الحكومة بخصوص تخفيض أو ما يقال عن تخفيض للرواتب فاليوم لابد من احتواء هذه الاحتجاجات التي يصعب على صناع القرار وضحت أن يحتووها لأنها تمس مستوى معيشي اعتاد عليه اللبناني من خلال استحقاقات ارتبطة بها على راتب معين فأي مس جزيلة سوف يؤدي الى مزيد من هذه الاحتجاجات اشكرك جزيلة شكرا المحلل الاقتصاد يا دكتور احمد سفر كنت من عبر شاشة الغد من بيروت تعهد مليارديرات فرنسيون بالتبرع بمبلغ 300 مليون يورو للمساعدة في ترميم كاتدرائية نوتردام بعد الحريق الذي اندلع فيها امس الاثنين وذلك استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكو لحملة تبرعات واسعة تبرع رئيس مجلس الادارة ورئيس تنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة الفرنسية كيرينج فرانسو هناري بينولت بمبلغ 100 مليون يورو كما ستتبرع عائلة رجل الاعمال بيرنارد ارنو ومجموعته للسلع الفاخرة الفي اماتش بقيمة 200 مليون يورو للمساعدة في اصلاح الكاتدرائي جولتنا في السوق مستمرة معكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها بعد الفاصل الاتحاد الاوروبي وايد اطلاق مفاوضات مع واشنطن تفاديا لحرب تجاري ألا بكم من جديد وفقت دول الاتحاد الاوروبي على اطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تفاديا لحرب تجارية مع واشنطن وسعي لتخفيف التوتر التجاري بعد التصرحات الاخيرة للرئيس الامريكي دونالد تراند ستركز المفاوضات الجديدة على أغاية تعريفات الجمركية على السلعة الصناعية بعدما هدد ترانب بفرض رسول جمركية على منتجات من الاتحاد الاوروبي قيمتها 11 مليار دولار بسبب ما تعتبره واشنطن دعما مجحفا لشركة ايرباس الاوروبية لصناعة الطائرة تنشط الحركة التجارية والمالية في سوق السيارات الجديدة في العراق مؤخرا وباتت شركات السيارات تتنافس لتوفير الخدمات والتسهيلات لجذب المواطنين وحثهم على عملية الشراء بالتقصيد وبضمان من قبل المصارف الحكومية يراقب احمد عن كثب حاله حال غيره من اصحاب الدخل المحدود الاجراءات التي تسهل له امتلاك سيارة حديثة خاصة به عن طريق شرائها بالقصط فكل ما عليه هو دفع مبلغ مالي بسيط كمقدمة لعملية الشراء في حين يدفع الباقي بطريقة القصط الشهري وبشكل مريح شركات سيارات باتت تتنفس بتوفير الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي تجذب المواطن وتحثه على عملية الشراء بالتقصيد وبضمان من قبل المصارف الحكومية التي لا تشترط سوى كفالة شخصية لإتمام عملية الشراء وهو أمر أسهم في تنشيط الحركة التجارية والمالية والاقتصادية في البلد ممكن أنه يرفع لك قيمة المقدمة لتقليل القصط الشهري وممكن أنه يقلل لك المقدمة للسيارة حتى يرفع من الضغط العالي من المصاريف الموجودة على المواطنين ممكن أنه ينطيك أمهال ثلاثة أشهر وتنامت ظاهرة بيع السيارات الحريثة في العراق مؤخرا بشكل كبير لتحل مكان الطريقة التقليدية ما جعل التنافس بين الشركات والمصارف ينمو هو الآخر بشكل تصاعدي استطاعت أعداد السيارات المرخصة في العراق أن تتخطى حاجز المليون سيارة تتواجد في شوارع العاصمة العراقية بغداد وعموم جميع المحافظات تلك السيارات أغلبها باتت تباع بالقصط نظرا للظروف المعيشية التي يعاني منها العراقيين إضافة إلى التسهيلات التي تقدم من قبل البنوك والشركات التي تبيع تلك السيارات من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد وينضبوا لنا من بغداد المحلل الاقتصادي باسم انطوان مرحبا بك امانات سيد باسم عبر شاشة الغد لو نتحدث عن واقع قطاع السيارات سيارات العراق وما تعكسه التسهيلات المقدمة من البنوك وعروض الأسعار وكذلك ما تضيفه من أعباء تفضل شكرا جزيلا تحيتي لكم أهلا بك ولمشاهدي قناة الغد الفضائية الواقع انت تعلم يعني اليوم فرص العمل بالعراق محدودة جدا اما ان يذهب الى التوظف في الحكومة وهذه ليست سهلة او ان يتوجهن على القطاع الخاص قطاع الخاص مصابب شلل يعني صناعي زراعي سياحي فبدأ يفكر في المشاريع الصغيرة والاشغال التي توفر له العيش واليوم تعتبر السيارات سياقة السيارة والتكسي من انشط القطاعات الاقتصادية اولا العراق مفتوح لشتى انواع السيارات من الشرق والغرب والدول الجوار وباسعار تنافسية كبيرة اضافة الى التسهيلات التي بدأت تعطيها الشركات المنتجة للسيارات لغرض تسويق سياراتها نعم يعني هناك كساد في سوق بيئة السيارات في العالم بشكل عام والعراق الان هؤلاء الشباب يتخرجون سنويا ما يقرب 150 الف شاب من الكليات والمعارض اذا لهذا القطاع نكاس على سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب ولكن مسألة الاقصاط والفوائد البنكية الا تضيف اعباء اي الاخرى بالتأكيد يعني انت تعلم اكثر من 400 الف شاب اخر ينزلون للعمل مجددا هذا عندما يشتري السيارة لا يبيع السيارة المستورد او الشركة لسوادعون العراقي لابد ان يحقق فائدة من هذه العملية وانت تعلم ايضا السيارات بالشارع تتعرض الى مخاطر فاسعار الفائدة على المبالغ تكون كبيرة ايضا لكنها من الجهة الثانية تخلق له حسب اعتقاده فرصة عمل لكنها اعباء تحمله ربما اكثر من 30% سنويا الى 40% فوق المبلغ المقرر وهذا لانه فرص عمل لا توجد امامها الشاب يقبل بهذا الواقع ليجد له فرص عمل كما ذكرتم في تقريركم اكثر من مليون سيارة في بعضها لا اكثر كثير اكثر من هذا الرقم والشوارع لا تستوأب والسيارة معرضة الى حوادث كثيرة ولذلك سعر الفائدة اللي تحمل كبيرا على السيارات لانه معرضة الى مشاكل وتأمين وغيرها فالفرص العمل اذا توفرت للشاب في مجالات اخرى ربما يفضلها ولذلك ترى الان عندما تركب سيارة تاكسي ترى نسبة كبيرة منهم من المثقفين من خريج كل ايتدار اقتصاد او مهندس او لغات او علوم سياسية وهذا نتيجة لعدم ايجاد فرصة عمل له والحكومة اصبعت معبئة باكثر من 4.5 مليون موظف بينما القطاع الخاص بحوالي 8 مليون قطاع الانتاجي لا يعمل ولا يشتغل لذلك يجد هذا المعوى والملجأ الى ان يشتري التكسي ليوفر رقمة العيش له ولعائلته وهذا لا يشتغل 7.8 ساعات ربما السيارة تشتغل 16 ساعة يتناوب الاب والابن على السيارة ليحقق دخل في نهاية النهار 40-50 ألف يغط مصارف السيارة والوقود ويوفر لقبة العيش ويدفع القصط للسيارة الشياري وضحت بعد مقدمة معقولة شكرا جزيلا شكرا المحلل الاقتصادي باسم طوانك تمنع برشاشة الغد من بغداد هذا هذا مشاهدين نصر للختام جولتنا في السوق لهذا اليوم واليكم تذكرة بأبرز العنوين الحكومة المصرية تستهدف خفض التضخم إلى 10.5% في موازنة العام المالي الجديد رجال أعمال فرنسيون تبرعون بـ 300 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردان شكرا لكم مشاهدين على طبيب المتابعة دمتم دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة